أنت يا زفت، أنت مش شايفني واقفة؟ الحمد الله على السلامة يا جيم السفر وحشان الابتسامة والبدا والحجر أنت إيه يلا لم قاعدك في عربيتي؟ وفين السواق الزفت؟ إهمادي بقى، لا بقى في عربيتك ولا سواق ولا زفت خلاص، الشيخ علوان رمى عليك اليمين وترع المطار واخد معاه العربية والسواق والفلا والمحل في ستين داهية، دا حتى كان دمه يولتش مش مهم، يلا، وقف لي تكسي بسرعة عايزة روح المحل وحشني الرأس لا، أنت جالك بوكما ولا إيه؟ بقولك خد كل حاجة وأولهم المحل إزاي؟ دا كتب لي المحل بيع وشارع عشان أنت مش مسكفة وما بتعرفيش تفكي خط، الناس بتشتغلك لما جمعتوا مع المحامي عشان تكتبوا العقود عزوز كتب كل حاجة بإسم علوان وخد مليون جنيه زيادة عشان يسقط إزاي؟ دا أنا باسمه بصبعي دا خد عقوكا فكالو يا كبيرة أنت بصمت على أنك شاهدة على العقود لا بايع ولا شارع وعلى رأيي المثل يا أولاد بلد أنني يا رجاء عايزين نقدي على الأمية بدل البصمة تكون إمداء إيه اللي أنت بتقوله دا؟ لتكوني فاكرة علوان دا قهتل وبيرمي الفلوس كده دا بس كان عايز يدوقك ويدفع ودلوقتي يزهق منك وراح يدوق واحدة تانية عشان يدفع برضه وأنا جيت قلتلك دميني وإنسي الدنيا دميني وإنسي الناس بس أنت اللي تلعتي شخصية عميدة باعتني 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 يا ضعود مش قلبي باعتني بس يا بيت فوقي كده وما تنسيش نفسك أنا اللي عملتك وجيت قلتلك أنا شريكي وإنتي اختارتي ومباعتيني دلوقتي ما ترجعيش تندمي أنا جاي أستلم الفيلا دي قدامك نص ساعة تلمي الكراكيب بتاعتك أرجع عليكي جاسة سمع يا نوال؟ سمع يا نوال؟ سلام يا ستتهم سلام يا نوال؟ سلام يا نوال؟ سلام يا نوال؟ ليه كده؟ ليه عملت فيه يا دنيا كده؟ ده ده بنت حلال وما استهلش؟ ليه؟ جبتيني المرجحة ليه؟ طلعتيني الزابع سمع نزلتيني على كده الرقابتي ليه؟ أعمل إيه أنا دلوقتي؟ أعمل إيه؟ مرافي؟ أعمل إيه؟ كلها جراحت كلها جراحت كلها جراحت حتى أنا ورحت 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 نعم أكداكي عاوز تقابلني ليه؟ جرايا كوري أنا مليش عندك ولا إيه؟ أنا لا عايز أشوفك ولا عايز أعرافك لولاش بس إنك قلتلي إنها مصلحة تخص جولي أنا كنت جيت لك ولا عبرتك أعمل طبع عينك في عيني كده؟ شاكرا كوري أول مرة شفتك فيها شاكرا كنت لسا جاي بطن البقر وكان يوميا في عيال سيع بيعكسوني تخنقت معهم وضربتهم مما قطعتهم ووصلتني لحد البيت مع أني قلت لك سيبهم وأنا قطعهم بسناني بس انت قمت بالواجه كانت اول مرة حس ان ليه ضهر من بعد ابوي الله يرحم بس انا كالتوم عليها بنت حرام ايه ما عصب يا بيت عصب عارف يا خور او انا من ساعة كوريا قلبي ما بقاش بتاعي يلف ويروح ويجي ويركب تكاتك وطبسات ومكان بس ليه راجع في تاخل لازم يا كوريا اخر اليوم بيجي يجرش عندك كان كان بيجرش عندي اهي بس خلاص قلبك اللي غالي علي ده انت رميته على فرشة في الشارع بيت لازق عليه ورقك دهو بتقول للبيع عملت نادي عليه في اللي رايح واللي جاي يمكن حد يشتريه حتى لو كان بالرخيص عارف يا كوريا انا قعدت وسبعين في عز عند اللي اسمه جاسم ده عرفت ساعة هنالتقيلة في بطن البقرة بالدون يوم ما فيها وشفت مسوان رخيص نسوان تعمل اي حاجة عشان خطر الفلوس عرفت ساعتها ان واحدة بس في حياتك بفلوس الدنيا كلها وشفت نسوان حلوة كوريا نسوان تحل من على حبل المشنان عرفت ساعتها ان النظرة في عينك نعمة من عند ربنا ورب العزة يا كوريا انا كلك اللي موتها لك دلوقتي خارجة من قلبي ما عدتش على ولا حاجة انا بحبك او يا كوريا بجده انا بيعينه احلفوا احلفوا انا خلاص من مصحف خلاص انا جايلك برجلي بقولك عايز اركن عندك طلعيلي بقى ابطاءة واكتبي فيها ده بتاعنا بحبك يا حدتي وانا بموت فيك يا مزتي حضرتك ترى الشابيري لا لا تماما احنا شربنا اصله شربنا لا دي محتاجة اشعة طيب انا هاخلع انا بقى انا عايز اكتبي متطمنة بكرا ها انا اتفقت انا وجاسم مع ندر على كل حاجة ومشوردة متأمن ومتظبط انا فضغر او نرجع للست الغالبانة دي فلوسها مش عارف انا بدا حرق نار يو محشن يا كوريا شايفتك موجب بالمصنعة هلا كويس حلو انا كمان بفكر ان انا وانتي نتشارك فيه ايه رأيك بفكر وبشوف سوري ماليش رسالة بس اشوف خده لا يا فندم يا رب بيكون المصنع عجب حضرتك ايه حلو كتير لا يا فندم احنا عندنا كمان اميالة عمد الرابع على اعلى مستوى ده غير المعدات الحديثة يا فندم وانشوه مصنع ورأيك بإذنك كتير وين بتشوف الماكينات احنا بنستورده من المانيا يا فندم وده احسن مكان بيجيد منه مكان ماشا يا فندم اااا باول ايه ممكن ديها لو سمعت اقدر تشمع هيك بس شوية شليكن خلي أقول لي لي مزيدين أنا أحسس أن المكان اللي هو فيه ولي عليه أحدث حاجة ده مش أحدث حاجة ولا حاجة وبعدهن مش عارف ليه زي ما بيقوله عندنا في مصر كيف قلب المقبول أحسس أنه فيه حاجة بس كيف هو بيقوله النوع أحدث مكيناتها مستوى العالم وإنت كنت من شوي موجب بالمصنع مش عارف مش عارف قلبة قلبك فالك أكيد أدوسي أنا طول عمري طول عمري بيتعاني بإحساسي بيني وبين ربنا عمار اللي بحسه بيتلاصر فأنا بحسس أن فيه حاجة بأ بقولك إيه بحتيجي نقعد في العربية في التكيف شوية يمكن الشمس والحر مش مخلييني عارف أعبرلك يعني يمكن لما نقعد ونادي في التكيف عارف أقولك اللي جواي ها تعالي تعالي فضل فضل احنا راح نمشي؟ هاللفة شوية كده لفة صغيرة بالعربية آه انت كتير غريب أنا مو فهمتك لوين بدنا نروح؟ بدنا ناخد روحك يا رحمك آه ومن انتو لازمة أحاليكو إيه؟ لازمة أحاليكو إيه؟ ضول بالك يا كبداكي اهدى اهدى خلنا نفكر بعجلنا الأمور ما تتخذ بالطريقة هاني ومن تتخذ إزاي يا شيخ جاسم؟ مش أنت اللقائي اللي عندك مصنع وأنك مسيطر؟ تتخذ من قدام يعنيك وكده عادي؟ هو قد دياء واحد راجعينا فني ما تسس بنادر بيوة بلغة فني كلموا في السكة يلا كل على ربيطه طيران ورا مروان يمكن نلحقه سرعة سرعة وانت أخذ سيارتي وإسمها أي شي تحتاج اتصل فيني أنا تحتمر وإذا لجيت الأخت كوريا أخذها واتصل فيني متشكرة متشكرة يا شيخ جاسم العافو العافو مع السلام لا ياسوك انت فين؟ طب إيه جاهزة أنا حارتي عليك دلوات تفاهمك رماك يلا سلام